رحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وامده بالفهم وحباه بالتكريم سبحانه رفعش عن العلم فأقسم بالقلم وامتنع على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم والسلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وسحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تعالى في موزع آخر إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل تفرقت على سنتين وسمعين ملة وتفترقوا أمتي على سلاس وسمعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قَالُوا وَمَنْ إِيَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصَحَابِهِ رَوَاهُ وَأَصَحَابِهِ وَأَصَحَابِهِ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْءًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنَاسَحُوا مَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ سَلَاسْ قِيلَ وَقَالُ وَكَسْرَةَ السَّوَالُ وَإِزَاعَةَ الْمَالُ It pleases Allah for you to acquire their qualities and this pleases Him that you acquire their characteristics. It pleases Him that you worship Him alone and not associate anything or anyone with Him in worship. That you hold on to the rope of Allah altogether and do not divide. And that you advise whoever Allah appoints as your leader. The three that displeases Him that you Him are that you say it was and so and so said asking money. Unnecessary question and wasting money. Messenger of Allah give them a speech in which he said يَا مَعَشَرَ الْأَمْسَارَ أَلَمْ أَجِدْكُمْ جُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِهِ فَكُنتُمْ مُتَفَرِّقِينَا فَأَلَّفَكُمْ اللَّهُ بِهِ فَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِهِ O Ansar, did I not find you misguided and Allah directed you to guidance because of me. Were you not divided beforehand and Allah united around me. Were you not poor and Allah directed you to because of me. whenever the prophet asked them a question, who would? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.